اشتركوا في القناة واحد وخمسون تشكيلا عسكريا اذا بين لواء وكتيبا ضم تحت راية موحدة حملت اسم جيش الاسلام وهي الوية وكتائب تتوزع في العاصمة دمشق وريفها وغيرها من المدن السورية وقد تزعم قيادته الشيخ محمد زهران عدالله علوش قائد لواء الاسلام وهو اللواء الاكبر والاساسي ضمن هذا الجيش اضافة الى عدد من الالوية ذات الفاعلية الكبيرة على الارض كالوية جيش الاسلام وسيف الحق ونسور الشام وبشائر النصر هذا التوحد يأتي بعد ايام من توارد انباء عن طرح فكرة انشاء جيش محمد والذي اوضحت الدراسة الاولية للمشروع بان تأسيسه سيقوم على ست مراحل تبدأ في ايلول سبتمبر الجاري وتنتهي في كانون الاول نهاية العام المقبل يتخللها تحقيق اهداف مرحلية ايضا تتجسد بتوحيد الجيش تحت قيادة موحدة قوامهم مئة الف مقاتل خلال ثمانية عشر شهرا وصولا الى مئتين وخمسين الفا خلال ثلاثين شهرا فيما بعد مع ضرورة التخلص من فوضى السلاح وتأمينه ذاتيا عن طريق التصنيع وقد تكون المرحلة الاولى قد نفذت فعلا الان بتشكيل جيش الاسلام هذا الجيش تشكل في وقت اجبر فيه الثوار على فتح جبهات عدة اخرها كان مع تنظيم دولة العراق والشام والذي دارت بينه وبين فصائل الجيش الحر اشتباكات في عدد من المناطق من بينها حلب وادلب والرقة كما ان الجيش جاء في وقت توترت فيه العلاقة بين فصائل الثوار في الداخل والمعارضة السياسية في الخارج خصوصا بعد ان سحب احد عشر لواء وفصيلا ثوريا الشرعية من الاتلاف وحكومته المؤقتة وقد كان لواء التوحيد ولواء الاسلام وحركة احرار الشام الاسلامية احد الموقعين على ذلك البيان تلاه بيان اخر للنقيب عمار الواوي اعلن فيه كذلك عدم اعتراف عشرات الكتاب بالاتلاف وهيئة الاركان وهنا ربما كان تشكيل الجيش ضرورة ملحة في اعقاب سحب الاعتراف من الاتلاف وفي ظل تنامي خطر تنظيم الدولة على الجيش الحر والكتاب الاسلامي الاخرى الا ان هذا التشكيل الضغم يطرح تساؤلات عدة فهل جاء بمعزل عن الجيش الحر خصوصا ان بعض هذه الالوية والكتاب وعلى رأسهم لواء الاسلام هم ممن ينضوون اصلا تحت مظلة الجيش الحر ومدى فاعلية هذا الجيش الموجود اصلا على ساحة تغص بتشكيلات والكتاب العسكرية